محكمة استئناف القاهرة تقرر نقل محاكمة مرسي من معهد أمناء الشرطة بطرع إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة لجنة الخمسين تواصل التصويت على مواد دستور وتعلن الانتهاء من خمس وخمسين مادة اجتماع طارئ لوزراء الخارجات العرب في الجامعة العربية والجرب يؤكد أن المعارضة لن تشارك في جناف اثنان دون إطار زمني لرحيل الأسد السيدات وسادة تحية لحضرتكم تساعم سائم في القاهرة نشرة إخبارية مفصلة من النيل البداية فيها من القاهرة مع زميلة دينة أبو الفتوح تفضليدي شكرا لك فوزي مرحبا بحضرتكم أعلنت محكمة استئناف القاهرة نقل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي من معهد أمناء الشرطة بطرع إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة وأوضحت المحكمة أن هذا القرار جاء بناء على قرار وزير العدل بهذا الشأن ويحكم مرسي وأربعة عشر أخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية اتهمهم بالقتل وأشروع في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي هذا وقد أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية استعداد الوزارة الكامل لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الأخوان بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة غدا أوضح المصدر الأمني في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن خطة التأمين الجديدة سيشترك بها نحو خمسين تشكيلا من قوات الأمن المركزي وخمسة وسبعين مجموعة قتالية وستين عربة مدرعة ومصفحة ضمنوا خطة التأمين عدة محاور من أهمها عملية التأمين بنقل الرئيس المعزول من مقر احتجازه الجبري إلى مقر الأكاديمية وكذلك تأمين خطوط سير باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون تورا إلى الأكاديمية وكذلك العكس فضلا عن تأمين قاعة المحكمة في الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها وكذلك تأمين وصول هيئة المحكمة في غضون ذلك أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن كافة أجهزة وزارة الداخلية ستواجه أية محاولات للمساس بالمنشآة العامة أو الحيوية أو التعدي على قوة الأمنة أو تعطيل المرافق العامة جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مساعد أول الوزير مساعد الوزير للقطاعات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة تأمين محاكمة مرسي شدد إبراهيم على اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآة الهمة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الجنائية ورفع درجة تأمين المواقع والمنشآة الشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أي تعتداءات قد تتعرض لها من ناحية أخرى أكد مجلس الوزراء أن غدا الإثنين هو يوم معامل عادي في جميع المصالح والمنشآت والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات وغيرها شدد المستشار الإعلامي للمجلس شريف شوقي أن أي محاولات المساس بالمنشآت العامة أو تعطيل المرافق العامة ومصالح المواطنين من جانب عناصر الإخوان سيواجه بكل حزم وحسم وفقا للقانون تواصل لجنة الخمسي لتعديل الدستور التصويت على مواد الدستور حيث انتهت من ببيء الحريات وسيادة القانون وقال رئيس اللجنة عمرو موسى في مؤتمر صحفي إنه سيتم الانتقال للبندين الأول والثاني المتعلقين بالمقاومات والهوية والنظام الحكم من جانبه أعلن المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي لانتهاء من التصويت على خمس وخمسين مادة مع بدء العد التنازلي للانتهاء من مسودة دستور 2013 أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لانتهاء من حوالي تسعين بالمئة من مواد ببيء الحقوق والحريات والمقاومات حيث إقرار خمس وخمسين مادة تشمل الكثير من المواد المستحدثة والتي يأتي على رأسها تلك المواد المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة والأقزام وتطوير العشوائيات والحق في التظاهر تم إقرار عدد كبير جدا من المواد لغاية النهاردة انتهينا من خمسة وخمسين مادة من مواد الدستور يعني أنا مبارح يمكن قلت تصريح أنهم خمسين النهاردة انتهينا من حوالي خمس مواد ما كانش أكتر والإيقاع الحقيقة ماشي بشكل يطمئن إلى أننا قد ننتهي بالفعل من الدستور في الموعد أو قبل الموعد المحدد زي ما رئيس اللجنة بيدفع بآل ومدة يعني نعايز ننتهي قبل المواد هذا وقد أكد سيد عمر موسى رئيس لجنة الخمسين استمرار اللجنة في محاولات تقريب وجهات النظر حول المواد التي لم يتم التوصل لتوافق المرجو حولها كمواد الهوية والنظام الانتخابية والمواد الخاصة بالقوات المسلحة الرئيس دولة هو الرئيس رئيس الوزراء له هو عليه مسؤوليات كبيرة جدا باعتبار أنه بيأتي نتيجة للانتخابات وليس بالاختيار المطلق لرئيس الدولة إنما رئيس الدولة هو اللي بيجري الاتصالات هو اللي بيشارك في تكوين مجلس الوزراء والحكومة وبالتالي لأ وبيراقب ويتابع حفاظا عن مصلحة العامة على الجانب الآخر اعلن موسى خلال المؤتمر الصحافي عن نية لجنة الخمسين عقد لقاء مفتوح للرأي العام والإعلام وأعضاء اللجنة والأعضاء الاحتياطيين من أجل طرح المواد التي تم تعدلها للنقاش العام قبل الاستفتاء عليها من مقر مجلس الشورى عيد عبداللاطيف أنيلا للمزيد من المتابعة حول عمل لجنة الخمسين ينضم علينا عبر الهاتف السيد الأستاذ ياسر إبراهيم أصحفي بجريدة الوفدة المتخصص في شؤون البرلمانية أستاذ ياسر تحياتي أولا كيف تتابع عمل أستاذ ياسر تحياتي أولا كيف تتابع سير العمل داخل لجنة الخمسين في ظل ما أعلنته عن الانتهاء من أكثر من خمسين مادة من مواد الدستور اليوم استكملت لجنة الخمسين اجتماعاتها المغلقاء للتصميت على المواد وأبواب الدستور واليوم كان أول اجتماع لقراءة ومناقشة قراءة كاملة لجاب المقارومات الأساسية والدولة وجدعت اللجنة بمناقشة المواد السلافية في هذا الاجتماع المادة الأولى والثانية والثالثة وأكدت على مصادر من داخل اجتماع اللجنة أنهم ينتهوا بالتواقف حول المادة الأولى والثانية والثالثة وتم تغيير بسيط في المادة الأولى وإلغاء جملة أو حس جملة الدولة دستورية حديثة وأبقى على النص دولة ذاتة فيها ده فقط بدون إضافة دولة مدنية والتي كانت فارحة حولها جدل من عدد من عضاء اللجنة أكدت المصادر بأن المادة الثالثة ما زال حولها جدل أشكرك جدا أشكرك جدا وسياز ياسر إبراهيم الصحفي بجريدة الوفد شكرا جزيلا عقد مجلس إدارة نياد مستشاري هيئة النيابة الإدارية مؤتمرا صحفين بالاشتراك مع تحالف الطيار المدني حول أزمة القضاء التأديبي حضر المؤتمر عدد من قيادات الأحزاب المدنية والشخصيات العامة لبيان موقف التحالف من الأزمة المثارة حاليا بين نيابة الإدارية ومجلس الدولة على إثر نزاع القائم بين الهيئتين بشأن إنشاء هيئة قضائية مستقلة للقضاء التأديبي التأديب الكامل للأقل التابعية للقضاء التأديبي من مجلس الدولة إلى نيابة الإدارية أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لمادي نيابة الإدارية إنه دي أعلم تمسكه بالنصف المقتلح من طبع لجنة نظام حكم في لجنة الخمسين لتأديل الدستور أفوا على هذا العطل الفني في رضاءة الصوت لهذا التقرير ونتواصل مع حضرتكم حيث أكد الرئيس المؤقت عدل منصور أن مصر تؤمن بأهمية إعادة تقييم علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية في تلك المرحلة أضاف منصور خلال لقائه مع وزير الخارجي الأمريكي جان كاري أن العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية لا يجب اختزالها في ملف المساعدة صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن كاري أوضح خلال لقاء أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كلفه بالتوجه إلى القاهرة في ضوء حرص بلاده على إزالة ما شاب العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية من ضباب وغيوم على حد وصفه استعرض وزير الخارجي الأمريكي خلال لقاء عدد من الإجراءات التي تنوي الولايات المتحدة القيام بها في المستقبل القريب والتي من شأنها أن تؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر واستعادة الاقتصاد المصري إلى عافيته وكان كاري قد أكد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن مصر شريك حيوي تلتزم واشنطن بالعمل معه منشيرا إلى أن نجاح مصر السياسي والاقتصادي أمر مهم للمنطقة وللولايات المتحدة الأمريكية من جانبي أعربة فهمية عن تطلعه لبناء علاقة قوية بين البلدين على أساس تحقيق المصلحة للطرفين تأكيدا على دور مصر القيادي بالمنطقة حرص وزير الخارجية الأمريكية جون كاري خلال زيارته لعدد من دول المنطقة أن يبدأ من القاهرة لتكون نقطة انطلاقه وفي مستهل زيارته التقى كاري وزير الخارجية نبيل فهمي حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات مطولة أعقبها مؤتمر صحفي أكد خلاله أن المناقشات تناولت مجمل القضايا الإقليمية فضلا عن العلاقات الثنائية ولت العلاقات الثنائية بإيجابية وكانت فرصة لكي أقوم بشرح الصوت المصري القرار المصري بالنسبة لديمقراطية في المستقبل وتطلع مصر أن تكون من الدول الرائدة ديمقراطيا في ما هو قادم هذا التزام من شعب وقف مرتين في ثورتين في أقل من عامين ونصف وهو التزام وطني الكل ملتزم به في المنحلة القادمة وفيما يتعلق بالتجميد الجزئي للمساعدات الأمريكية اعتبر كاري أن العلاقات المصرية الأمريكية لا يمكن أن تختصر بالمساعدات معلنا التزام بلاده بمواصلة العمل مع الحكومة المؤقتة داعيا إلى انتخابات حرة وعادلة وتشمل الجميع تعد مصر شريكا حيويا لأمريكا في هذه المنطقة قد أثبت الشعب المصري للعالم مدى قوته وعزيمته وهو يعمل على تحقيق النتائج المرجوة من المرحلة الانتقالية نحن نتطلع لاستمرار التعاون مع الحكومة المؤقتة والعمل سويا من أجل مواجهة أي التحديات قد تقف أمامنا وخلال المؤتمر أكد وزير الخارجية نبيل فهمي على أهمية العلاقات المصرية الأمريكية معربا عن تطلعه لبناء علاقات قوية بين البلدين على أساس تحقيق المصلحة للطرفين وفقا لأولويات كل دولة وتطلعات شعوبها أكدت للوزير اهتمام مصر بعلاقات طيبة مع المتحدة وأعزمنا تناول هذه العلاقة بإيجابية وفقا لأولويات المصرية ونتطلع لمزيد من الحوارات بالرغم من كافة الظروف والأجوى المحيطة بزيار جون كاري لمصر إلا أنه من المؤكد أن هذه الزيارة جاءت لتؤكد قناعة الولايات المتحدة الأمريكية بأن مصر هي القوى الإقليمية الأهم وأنه لا مناصق عن الدور المصري إذا كان هناك من يريد حل المشكلات بالمنطقة من مقر إنعقاد المؤتمر أمل صبري أنيل التقى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف ترجمة نانسي قنقر